السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت فجر في كيمياء قلنا ناخد حاجة اسمها الجدول الدوري. اللي هي عناصر كيميائية. فهو لتسهيل برضو عناية حفز العناصر بتاعة البيم او لنزاجة معلومات البناء في حاجة اسمها الجدول الدوري لنزاجة معلومات البناء. وهم جرد نفس شكل بتاع الجدول الكيمياء. واحدة عمله استفان مردو. قاعد يغتابهم بحيس ان الواحد يبقى عارف مثلا ايه هي الحاجات الاساسية اللي موجودة في البيم. طيب ايه هو البيم بقى? يعني نقدر نعرفه نمزاجة معلومات البناء هي تمثيل الرقمي لخصائص الفيزيائية والوظيفية للمبنى. في شكل سلسل ابعاد. موسط للمعلومات لدعم القرار من بداية المشروع وحتى عمل المشروع وحتى هدم المشروع. عمل نمزاج سلسل ابعاد يحتوي على كل المعلومات وخالي من التعارض لدعم اتخاذ القرار. طيب في برضو تعريف اخر في بريطاني. تمثيل رقمي لخصائص الفيزيائية والوظيفية المنشأة وتشكيل موسط للمعلومات لدعم القرار منذ البداية وحتى عمل وهدمة. طيب تعريف اه جامعات المقابلين الامريكيون. اداة تصوير مبنى التي تستخدم تستخدم البعض الخامس. مفهيم النمزاجة والتكنولوشن المعلومات والبرامجيات. تشغيل وتصميم وبناء وتشغيل مشروع البناء. طيب الحالة انا اقولها ان شاء الله دي اتناشر جزء منها في بيم ارابيا. وبعد كده احنا نقحناه واستفدنا من قمص البيم اللي احنا ترجمناه في بيم ارابيا. ولو فيه اي اخطاء يريد تبعاتلنا بحيس ان احنا نصلح. اجابة الدور البيم هيبقى فيه بعض الاشياء اساسية زي الاستراتيجية زي الاسس زي المسامة والتعاون والتزاون العمليات فراء العمل التكنولوجيا المعايير مصادر التعلم مراحل المشروع تمام? كل حاجات دي ان شاء الله هتبقى هنتكلم عنها بتفصيل لو في حاجة شفتحة هتبقى توضح. طيب اول نقطة عندنا اللي هي استراتيجية نمزاجة معنوات البناء. اللي هي بي اس اللي هي بيم استراتيجي. حجر الاساس للنجاح وجود استراتيجية واضحة للمعالم. عشان كده حطناه في اول الجدول. لازم نكون موضحين الاستراتيجية. فهمين الشركة عايز حق اي من خالي بيم هتحققوا ازاي? اه ام تتحقل ام تتفعل الاستراتيجية? ايه القس الدعم على العمليات التكنولوجية? الادوات الاشخاص اللي تحتاج لها? لما يكون الطريق قدامنا واضح هنقدر نحقق النجاح. ممكن هنرجز مثلا على تقليل الملفات الوراقية. ممكن نكون مركزين على تحسين عمليات تخزي القرار من خلال تصور افضل المخرجات. والقدر على الاستعلام عن القرارات تحديد تأثير مجموعة من السنوريات بوضوح. ممكن يكون انت تبحث عن تحسين ميزانية او تسعير او افضل تصميم. اللي مشاكلها انها تساعد على تحقيق اداء افضل مبنى من عادة نواحي منها البيئة والمستدامة. ايه هي مطالبات العملاء الحاليين? والعمل هبقى شكله ازاي? هتتتعامل مع القطاع العام ولا القطاع الخاص? بشكل اساسي يعني? ايه نوع العملاء المشاريع اللي توقع على التعامل معهم? ايه هي مجالات اللي عمل بتاحتك? تمام? كل ده الاستراتيجية ودي مهمة جدا لازم تكون واضحة ومكتوبة. تمام? بعد ذلك هنتكلم في الاسس. جاهزين? طيب. اللي هي الفوانديشن. لازم يكون في اسس نظم فعالة للتواصل المعلومات ونقل البيانات لدعم عمليات البيم المتقدمة. لازم نعمل نهج او منهج لادارة الانتاج والتوزيع ونوعية معلومات البناء. ونعرف ايه الطريق صحيح عشان نعمل آآ بيئة ومناسبة. ونحدد استعداد البيم. آآ استعدادنا لتمنى البيم ونفكر ازاي آآ نعمل تغيرات العملية اللي ممكن مستقبل الطلبة منها. طيب عندنا اربع عناصر الاف ار فريم وورك سي او كون مستد البي ار البركورمينت روت السي اي اللي هي كابابلتي اند كابستي. تبادل البيانات ومصرف المشروع اللي هو الاف ار او الفريم وورك. ده اطار تضافك المعلومات خلال الخط زمن المشروع من البداية وحتى ما نحط تشغيل. هنعمل هنعمل انشاء المشاريع للمعلومات في بداية المشروع. هنعمل انشاء المعلومات في بداية المشروع. وتتطور خلال حياة الاصل او المبنى. مراجعة المجلسات الكوامل في هذا المجال بتساعدنا على ان احنا نحدد جهازية البيم الخاصة بك. وبتسهل فين ممكن نعمل تغيير العملية او البرامج او تنفيذها تحقيق نتاج افضل في كل مرحلة. بعد كده ندخل على سي او اللي هو كومنت ميسوت. طرق مشاركة البيانات. ده حاجة مفيدة جدا لو كل اطراف بتعاملوا بنفس المعايير مشاركة. وفي منظمة اسمها بلدنج سمارت. عاملة بعض الاكواد او بعض الطرق مشاركة البيانات. زي الفي سي والا اي دي ام. خلينا نكلم مثلا عن الا اي دي ام اللي هو قطيب بتسليم المعلومات. اللي هو ده الطريقة الرسمية التي تم تطويرها ومنشطها من قبل بلدنج سمارت لانشاء تعريف رؤية النموذج. كمطلب مكاسل تبادل البيانات النموذجية في صناعة البناء وتشييد. الا اي دي ام هو معامل ايزو يهدف الى تسهيل قابلية التشغيل البيني بين تطبيقات البرمجات المستخدمة في عملية البناء. لتعزيز التعاون ورقمي بين الجهات الفاعلة في عملية البناء وتوفير واساس لتبادل المعلومات دقيق ومواثوكة بها. يمكن تجرارها وزات جودة عليها. طيب. الاي في دي هي information from work for دي مصلحات موحدة البيانات والمنتجات المستخدمة في التصميم الزهري والبناء والتشغيل. كده احنا اتكلمنا على الفاار والسي او. نروح بقى للبي ار بي كورمانت روت. دي طرق التواصل بين المالك والمقاول والاستشاري. مصار المشتريات. الشراء امرأ حاسم في عملية البناء. كلما كان العقد اكثر تعاون كلما كان فرص البيم افضل. ويبقى فيه اه تدفق التواصل. لازم يكون فيه تدفق التواصل بش بس بين العميل والمقاول الرئيسي. لا برضو من خلال العميل والمقاول الرئيسي والمقاول من الباطن. ويبقى فيه اه لازم يكون فيه عقد توضح فيه اه طريق التعاون التعاوني. عايزي نتعاون مع بعض ازاي نتعاون مع بعض. طريقة العمل التعاوني. هنحتاج ننظر اه اكتر في عملية ادارة النمازج. حقوق الملكات الفكرية. ادارة البيانات. المسؤولات عن الاخطاء. نظر ان احنا مؤتمدين على البنات الوردة لنا. اه والخصوم ادارة المخاطر. بعد كده نخش بقى على الكبابلة تي انت كبستي. الكفاءة والقدرة. قدرة نمزاجة معلومات البناء تمثل امكانيات الدنيا لمنظمات او فريق لتسليم مخراجات قابلة الكريسة. قدرة نمزاجة معلومات البناء هي الطور الثاني من تنفيذ نمزاجة معلومات البناء واللي بغطي عدة موظيفة التكنولوجيا والعملات والاستيجيزات. قدرة نمزاجة معلومات البناء يتم تحقيقها وكي اسهل من خلال مراحل نمزاجة معلومات البناء ذات التعريف الواضحة والمفصلة بوسطة خطوات نمزاجة معلومات البناء متعددة تصوري. لازم نسأل نفسنا ايه هي الكفاءة والقدرة اللي محتاجها في الشركة? ولا احنا محتاجين للمساعدة خارجية ولا لا?